هذه إغناعتي وهذا فهمي للأمور طرحته فأنتم بالخيار بإمكانكم إذا اقتنعتم بما قد بيّنته لكم فاعملوا به إذا لم تقتنعوا فابحثوا لكم عن حل آخر فلا أنا بنبي لكم ولا أنا بإمام لكم ولا أنا بحجة عليكم أنا راوية حديث أنقل حديث العترة صلوات الله عليها وأبين مضامين الحديث بحسب ما أفهمه ولذا لا ألزم أحدا بما أقول فلماذا تقولون لي من أنني وردتكم أنا لا وردتكم ولا فعلت شيئا لكم والأفضل أن تتركوا متابعة برامجي إذا كانت متابعتكم لبرامجي تقودكم إلى هذه النتيجة لماذا تتابعون برامجي الغاية التي أطمح إليها أن أغير العقل الشيعي عبر إشاعة وضوح الرؤية على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفكر والثقافة الدينية وحتى على مستوى الفتاوى والأحكام أحاول أن أضع الحقائق بين أيديكم بقدر ما أستطيع ومع ذلك فإنني قد وضعت الحلول والحلول وطالبتكم كرارا ومرارا أن ساعدوني أنا لا أستطيع أن أقوم بكل شيء أنا رجل واحد أنا شخص واحد في مواجهة كل هذه المؤسسات في مواجهة كل الفضائيات الشيعية في مواجهة كل المرجعيات الشيعية في مواجهة كل الحسينيات الشيعية في مواجهة كل خطباء المنبر في مواجهة كل الحوزات الشيعية في مواجهة مراجع الشيعة وما يمتلكون من سلطة دينية وسياسية ومالية واجتماعية إنني أواجه أمة تأريخها يمتد إلى أربعمية وثمانية وأربعين من الهجرة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين إلى يومنا هذا ما يقرب من ألف عام أربعمية وثمانية وأربعين ونحن الآن في سنة ألف أربعمية وثلاثة وأربعين ألف عام أنا شخص لوحدي في مواجهة تأريخ يمتد إلى ألف عام قلب الموازين في العقل الشيعي واستحمر الشيعة عبر القرون أجيال حمير تلد حميرا ورثناها ليس كابرا عن كابر ورثناها حمارا عن حمار حامرا عن حامر أنا في مواجهة كل ذلك وأنا رجل واحد بمفردي طالبتكم كرارا ومرارا قفوا معي ساعدوني حتى أستطيع أن أساعدكم لكنني ما لمست شيئا أنا لا أبالي أنا مستمر في أداء رسالتي مستمر منتظر إما أن أموت وإما أن أعجز أن أصل إلى مرحلة أعجز فيها عن الاستمرار في الطريق هل مشكلة مشكلتكم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر